الفوتر اللي هو دايما بيكون الجزء اللي تحت خالص في الصفحة تمام والفوتر بيبقى ليه اشكال مختلفة يعني الفوتر ممكن يكون بسيط جدا يحتوي على زي ستيتمنت كده جملة جميع الحقوق محفوظة لو في اي اتفاقية مش عارف ايه واحيانا بيكون يعني في مجموعة من الروابط زي الصفحة الرئاسية اتفاقية الاستخدام سياسات التعامل لو انا في مطجر ممكن اعمل سياسة الاسترجاع ممكن ماذا عن الشركة حاجات زي كده وممكن يبقى اكبر شوية بيبقى في جزء كده ودجتس فوقي بيبقى كبير شوية كده بيبقى في ودجتس هنا في قوائم تانية واللوجو شوية معلومات او كده ممكن يكون في جزء خاص بالاتصال بنا فورم مثلا ويكون الفوتر كبير فالفوتر ده متغير يعني انت لو عايز تشوف اشكال الفوتر تقدر تروح على تكتب فوتر اه ويب سايت فوتر اه تيمبلتز او انسباريشن زي ما انت عايز استلام وشوف اشكال من الفوترز اللي موجودة هتلاقي اشكال كتيرة جدا من الفوترز يعني ده الفوترز نتكلم عليها ده فوتر مسلا في اه اللوجو والسوشيال ميديا وشوية لينكات خاصة بالسابورت لينكات تانية وبعد كده في ساين اوب لو عاوز يعني يسجل في قائمة كده ده حاجة تمام في حاجة زي برضو ده في البيانات الاتصال وفي شوية برضو حاجات خاصة بالعنوان بتاعنا والاميلات والكلام ده وفي حاجة زي كده وهكذا انت هتلاقي اشكال كتيرة جدا لفوترز زي تقدر تشوف الاشكال المختلفة دي وتقدر تنفس اقرب لاحتاجات الموقع الخاص بك زي كده بيبقى السوشيال من تحت خالصه جماعة ومحفوظة وفوق في مجموعة من الروابن احنا طبعا الموجود عندنا هنا هنلاقيه بسيط تقريبا يعني هنلاقيه موجود الجزء ده تمام وايه الروابن اللي فوقية اهلنا عليه يبقى ده ااخد جزء جزء اين عندنا الجزء اين الجزء الاول اللي هو العادية لجميع حقوق محفوظة والجزء التاني اللي هو دول عبارة عن ايه عبارة عن اربع عمدة عمود فيه وعمود فيه معلومات كده وعمود فيه لينكات وعمود فيه العنوان وشوية بيانات للتواصل تمام طيب يبقى احنا هنبدأ مع بعض بالجزء اللي تحت خالص اللي هو الستيتمينت دي اللي تحت هي موجودة كده كده في الموقع بتكون موجودة هنروح لكاستمايز زي ما بنعمل دايما علشان نعدل على الثيم بعد كده هنروح ليه الفوتر احنا كده عملنا عملنا الهيدر هنروح ليه الفوتر الفوتر هيتل الله عليه تحت برضو صفوف زي بالزبط الهيدر ثلاث صفوف كل صف بمستوى فيه الهيدر تمام فيه الفوتر عبا انا هلاقي هنا الفوتر لو مش باين باجي اعمل تحت هنا كده فيه هنا كلمة على اليمين كده هنا كده هيد هيد لاننا ممكن ما يكونش شايف اللي تحت فاعمل هيد عشان اشوف الفوتر وبعدين ارجع لفوتر بلدر عشان ايبان كده ما فيش عندي غير الصف اللي تحت خالص ده اللي هو في كلمة جميع الحقوق محفوظة وما فيش الصفين التانين فاضين الصفين التانين دول اللي احنا مفروض عاوزون نعمل صف في الجزء الخاص بالاربعة ودجتس دول والجزء اللي تحت ده هو الجزء اللي خاص بيه دي هنخش على من هنا كده ندوس عليها هيظهر لي هنا هيقول لي عاوز تكتب ايه? طبعا هو هنا كاتب جميع الحقوق محفوظة كذلك يعني هو هنا اهو كاتب اه علامة دي اللي يجب تحت حقوق محفوظة اربعة وعشرين جميع الحقوق محفوظة ومدي ان ده اه اسم التيم انا بقى عاوز اعمل شوية تعديلات يعني اول حاجة العلامة دي هو بيقول لي ما هو تحت هنا كاتب لي شوية حاجات بقولك العلامة دي معناها دي معناها العلامة دي معناها الحرف السي شلها تشال حرف السي فلذلك انا هخليها لانها بالنسبة لي مهمة يعني السنة اللي احنا فيها فهو رح كتب لي السنة فهو بيدي عبارة عن اكواد بالترجم كلام فانا هقول له عايز السي والسنة اللي احنا فيها عشان نشكل السنة هعد اغير يعني خلاص نهاردة اربعة وعشرين يبقى احنا اربعة وعلى بكرة خمسة وعشرين الفين خمسة وعشرين وهكذا بعد كده في جملة كتبها جميع الحقوق محفوظة وبعد كده عمل لي جملة الكود بتاعها اسمو ثيم كريدت اللي هي الجملة دي كلها انا عاوز اشيل الجملة دي كلها اعمل كده رح شلي ايه الجملة كلها وعاوز احط حاجة تانية اللي هو سايت تايتل يعني عاوز اكتب بدلها بدل الجملة بتاعت اسم الثيم اكتب عنوان الموقع اللي هو هست اي تي هاخد كوبي كوبي دي وممكن اجي هنا كده اعمل شرطة عادي واكتب اه اللي هو الكود ده هيكتب لي هست اي تي هنا لو غيرت اسم الموقع بعد كده او عدلت في اي تعديل بتعدل بشكل تلقائي هنا فاحنا كده عملنا الجزء ده كتبنا النص اللي احنا عايزينه زي ما هو عامل كده اهو جميع الحقوق محفوظة باي كازف تمامي يعني ممكن برضو بدل ما نحط الشرطة دي نكتب مثلا باي كازف اهي هتبقى باي كازف عندنا بقى الخلفية لونها ازرق والنص اللي هو ابيض طيب احنا نروح دلوقتي بقى كين هنروح للصف من تحت هنروح للصف نفسه اللي هو الفوتر بوتوم وهنروح للديزاين ومن الديزاين هننزل هنلاقي تحت بوتوم رو باكجراوند الباكجراوند لونها ايه هنفتح وناخد اللون الازرق برضو اللي هو الكحلي اللي احنا عملناه في البالت بتاعتنا كده يبقى اللون كوح طبعا هرجع تاني هنا كده للكوبيرايت وهروح للديزاين واقول له هغير لي النص خليه باللون الابيض علشان يغير النص باللون الابيض كده انا عملت الجزء ده عايز بقى تعمل اي تعديلات تانية كله هيبقى لو على الصف يبقى من هنا لو على المحتوى اللي جوه هيبقى من هنا طب عايز اضيف حاجة اقدر ادوس على علامة الزائد هنا واشوف انا عايز ايه لو عايز مثلا اختار سوشيال باجي بالسوشيال كده بتظهر جنبيها السوشيال بالشكل ده او اي عنص انا عايز دلوقتي بس تبقى الكوبيرايت دي ونقدر نيجي هنا نعمل اي تعديلات احنا عايزينها طيب دلوقتي هنخش ان شاء الله بعد كده على الودجيتس 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 دي ان انا باجي هنا فوق انا عندي قدي ايه عندي هنا اربعة عمدة يبقى هاروح للصف اللي فوق ده وادوس عليه من هنا هادوس عليه واروح لجنرال واقول له خليهم اربعة كده خليهم لاربع عمدة وابدأ افتح كل عمود واقول له اختار في وجيت وان وجيت تو وجيت تري وجيت آآ فور تمام? كده عمل لي اربعة وجد طب هما ما بنش حاجة ليه? لان لسه ما فيش اي محتوى بنخش على الوجد من هنا وبنبدأ ان احنا نبني كل وجد المحتوى اللي جوا تمام? ده ان شاء الله بازن الله هنعمله فيه السيشن القادم شكرا جزيلا لحضراتكم